وطبعا الأيام بتتطور في أيام النبي الشعياء طبعا بيعطي وعد آخر في سفر الشعياء إصحاح 14 وهون يمكن اللي كتير من الناس عم تتفاصل عليه أو عم تتجادل على هذا الموضوع بسياق الحديث أولا لمين كان بيتكلم وشيء تاني المعنى اللغوي للكلمات بتحدد طبعا هوية يسوع المسيح اسمحوا لي أن أقرأ بعض الآيات أيضا من سفر الشعياء النبي إصحاح 7 طبعا والآية 10-16 حتى أعطي كل سياق الحديث فمعاد الرب فكلم أحاز قائلا أطلب لنفسك آية من الرب إلهك عمق طلبك أو رفعه إلى فوق فقال أحاز لا أطلب ولا أجرب الرب فقال اسمعوا يا بيت داود هل هو قليل عليكم أن تتجر الناس حتى تتجر إله أيضا ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمان إيل زبدا وعسلا يأكل ما تعرف أن يرفض الشر ويختار الخير لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الشر ويختار الخير تخلى الأرض التي أنت خاش من ملكيها وطبعا إحنا بنعرف أنه بكمل في نبوة طبعا إشعياء الإصحاح التاسع بقول في إصحاح تسعة الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الذي سيولد لاحظ مكتوب عنه إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته هذا الوعد الذي قبلا أعطى الرب للملك داود ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد غيرت رب الجنود تصنع هكذا فإذن أحبائي من خلال هذه الآيات نستطيع أن نستشف عدة أمور النبي إشعياء أجى للملك أحاز الملك أحاز كان ملك شرير وإذا بدك تعرف أكتر عن شره فيك تقرأ في ملوك التاني إصحاح 16 هذا الملك الشرير صنع الشر في عيني الرب وزاد وكثر من صنع الشر لدرجة يقول الكتاب أنه عبر أجاز أولاده في النار وهذه العبادات الوثنية كانت تقام أنه يقدموا ذبائح للإلهة مولوك وملكم وآلهة أخرى طبعاً اللي كانت منصوبة في وادي بن هنوم اللي أجت منها كلمة جهنم جهينا في هذا الوادي كانوا بحطوا ستاتيوس كانوا بحطوا أنصاب ومعابد اللي بقدموا هذه الذبائح هذا الإله كان يعتبر إله إدخين اسمين يعني شكله ومعمول من البرونز إله مجوف كانوا بحموا لحد من نحاس يتحول إلى أحمر وكانوا بحطوا الطفل على هذا فتخيل أنت صراخات الأطفال التي كانت تسمع في أذني الرب فتخيل أنه بعض حتى من ملوك يهودا للأسف اللي منهم الملك الشرير الملك أحاز عم بيرتكب هذا الشر كان في حالة خوف كان في حالة ذعر لأنه كان في تحالف سياسي بين مملكتين المملكة الشمالية اللي هي إسرائيل وأحيانا تسمى أفرايم العاصمي السامرة يعني كانت تسمى إسرائيل أيضا السامرة وبمساعدة أرام شمالا اللي هي سوريا الملك راسين وهذا التحالف السياسي كان ضد الملك يهودا الملك مرعوب جدا من هذا الموضوع فالشعياء بيجي حتى يخفف من خوف ومن رعب هذا الملك فعم بيقول لهذا الملك يعني أطلب لنفسك آية تصور عم بيكلم هذا الملك الشرير بقول له طب أطلب آية جرب الرب طب ليه عم بيقول له طيب أطلب آية يعني أطلب من الرب هذا الملك كان شرير جدا أحبائي الملك أحاز لأنه عم بيعمل مشورات شريرة ضد الرب فبدل ما أنه يطلب الرب كان بيطلب العرفين وأصحاب التوابع وكان بيستشير هؤلاء العرفين حتى يعرف وضعيته حتى يعرف ظروفه السياسية إذا هذا الاحتلال أو هذا طبعا التآلف والتحالف العسكري والسياسي بين آرام وبين إسرائيل لخلع ملك يهودة عن العرش فالنبي إشعياء عم بيشجع هذا الملك ما تروحش لعرفين ما تروحش لناس تانين أطلب لنفسك آية لكن من كتر شره بدي أعمل حاله أنه كمان يعني مؤمن بقول يعني لأ أنا مش راح أطلب وشوف يعني الكلمة في إصحاح في إصحاح 7 في آية 14 فبقوله يعني أطلب لنفسك آية من الرب إلهك عمق طلبك أو رفعه إلى فوق فقال أحاز لا أطلب ولا أجرب الرب ومبيتكلم مش عن إيمان بيتكلم لأنه أردي عم يعني عم بيطلب العرفين وعم بيطلب أصحاب التوابع كيف بنعرف لما بيستمر الكلام الشعياء في الإصحاح الثامن بقول في آية 19 وإذ قالوا لكم أطلبوا إلى أصحاب التوابع والعرفين المشقشقين والهامسين ألا يسأل شعب إلهه أيسأل الموتى لأجل الأحياء إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقول مثل هذا القول فليس لهم فجر ترجمة نانسي قنقر